يا دكتور هيند بقى أنا بقى هسألك يعني كم سؤال سريعين كده عشان إحنا كده خلاص عرفنا أنه ممكن تكون في الحالة دي في اضطراب لو هي قالت له أنا عايزة أسكن في بيت بعيدة حقها طب خلينا بقى شواء عن التفاصيل الصغيرة أو الصغيرة بتاعت مشكلتها أعتقد أن الرأي الطب ورأي الديني كده ممكن يهديها بس أنا عايزة أقول لها رأي نفسي برضو هيخليها أكتر قناعة بين اللي فيها ده مش مشارط يكون سحر أو عمل تعالي نشوف أصلا الناس اللي عملوا لك العمل دولت نحللهم نفسيا كتحليل بسيط ونشوف هم إيه هو يعني إيه صحيحة تجي الفرح بتاع خطبه يا خبير ما هو ده بقى النوع من الناس اللي هو بيبقى يعني شايف نفسه عايز يبقى موجود وسط الناس بالرغم أنه فيه كره وحقد عارفة بفينا سيئيل بصي أغلب الناس اللي بيمرسوا الأفعال دي بتلاقيهم عندهم أحقاد هتلقيهم عندهم كراهية هتلقيهم عندهم ومعندهم مش قدرة على المواجهة سي وجودهم خلي بالك يوطر يا دكتور لا وجودهم علشان عايزين يقولهم في العمل وعمل احنا منهم أقوى منها انتي عارفة المسألة اللي بيقولك أنا بحبك بس يعني مش عارفة بيبك إزاي لا أدي واحدة جاية بتدايقني وجاية على أرضي لا 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 عايز بينا مش متدايقة مش فارق معي لكنها في نهاية جوها حقد وجوها كره وجوها غل إنسانة أصلاً ما عندهاش قدرة على الإنجاز ما عندهاش قدرة على المواجهة أنا مش فكر في كل ده مش قادرة حتى يعني متدايقة منها أو غيرانة منها أو عندك مشكلة معها مش قادرة تواجهها بتعملي أعمال لا أنا مش عالفكرة دي أنا عملي ما أفكر كده أنا هقول أنت جايلي في أرض ده فرحي وإنتي مهمكيش وجاية ده ده دي مش قوة مش قوة بالعكس دي مش قوة ده ضعف مش ضعف ده هم كتير وكترة وكترة تغلر بالشجاعة دكتور لا لا أنا عايزة بقى أقول نقطة مهمة بقى يعني إيه أنت جاي فهو أنا حصيمك القديم وبترقصي ترقصي على خيبة إيه؟ أنا عايزة تبين نها مش متدايقة ودي صفات المنافقين دي صفات المنافقين اللي بيعملوا كده ولا المهزوزين كمان الأيق ما هم من أقولك بقى صفات الأشخاص دي إيه النفاق ضعف الثقة بالنفس عدم القدرة على المواجهة هم حقيقي ناس بيبقى قد كده مش متشافين أخاف أن أقول لها أنه إنشافي وخوفي لا 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 هو ده المطلوب وبيني لهم أنه تروح مزودا لها لو هي بتعمل حاجة تروح مزوداها وده بيستفزوهم إرادة ربنا فيهم ونعم بالله طبعا بس أنا عايزة استفزوهم محدش بيدر حد غير بأمر الله ومحدش بيقى ده ساعات بيقولون نه مسله لو اللي قدامك ده عمل لك حاجة مسل إنه انتصر وأول ما يمش يقوم ما السل لو أعمل لك عمل فعلا مش عارف يا ساعي أنا حاسة أن الرأي ده مش سليم لأننا مش ممكن أديره فكرة إن انت قدرت تغير حاجة بما ربنا عايزها طب مغفل ونخلص ده رأي تاني وكي تنظر برضو بس أنا شايفة إنهما لازم يعرفوا مقامهم إيه هما ولا حاجة هما مش يقصروا فيها مش يقصروا في حياتي انت واضح أن انت شخص فاشل شخص حاقد شخص ما عندكش قدرة عنك تعمل حاجة في حياتك طب هي البنت دي على سبيل المثال لو هي كانت نافعة في أنها تتجوز الراجل ده لو كان عندها الصفات اللي هي تأهله أنها تبقى ست بيت وعيشها معي ما كان خدها لكن هي عندها صفات مقفى كثير لا بس في ناس فعلا الناس مؤذية جدا دكتور هندل مجرد أن حصل أن احنا سيبنا بعض أنا معشها ده أنت هتشوف الويل يعني أنا شفت الناس دي لا الله لله وربنا أكبر من الكل وربنا والإيمان والبنت دي علشان تبقى صحية صحية النفسية كويسة لازم تبقى عندها إيمان إيمان بربنا إيمان بنفسها درس حيات النفسية يا عمرها تخلف لو هي شعرها ببناء وإحنا ليه بصين الجزء ناقص هو التوتر ده بيخلي الواحدة تتخلف لا طبعا بيعمل مشاكل طبعا إيه بقى بيعمل مشاكل دغط التفكير كتير والضغوط النفسية اللي عليها والضغوط النفسية اللي عليها من حواليها والفرض الاجتماعي إن أنا لازم لما تجوز دلوقتي أخلف كل ده بيعمل سبيب لاتفكير كتير خلي بالك وغصبا عنها برضو يا هندن ساعة مكتب حبيبي داري هنفرح بي ما هي بقى لازم نشغل دماغنا أيوة أنا فعلا طلبة أردر وبستنيها في السكة لا فعلا ده بيبدأ ده رزق بزوج أو حد يجي يقولك تبقي شايفة سلايف غلسين كده إنه ده بيخلفوا وعملني يتحكوا وإحنا حياتنا ماشية وإنت اللي عندك والله يقول لهم بقى ندعي ربنا قللهم ندعي ربنا اللي بقيدي ولا بقيديك ده بقيدي ربنا ربنا اللي محدد لي إمتى هيجي رزقي لا وفي ناس أغلص وفي ناس أغلص تقولون لو أنا خلفت يا تبزاي خلفتك وكده لا أنا مش عايز كأن الواحد متحكم لا لا هو كده الفكرة كأن الواحد متحكم في أمر الله لا طبعا ما فيش الكلام ده لدينا نحط الفكرة دي في المغنى إحنا أنت تريد وأنه يليد والله يفعل ما يريد في النهاية أنا اللي أنا ربنا كتبه لي هو اللي هشوفه وربنا ما بيكتبش شر وبرنا ما بيكتبش حاجة وحش لا تعلمي حكمة الله في أن الإنجاب تأخر عليك لو كملت في السكة دي هيحصل إيه؟ واسواس قهري والطرابات نفسية وعقلية فضيعة جدا وأنها دخلة في السكة دي لأنها خلاص بأتفكيرها كله في الأشخاص اللي خيالا هم بيأزوها حبيبتي الأشخاص دولت غير موجودين أصلا بس هي فكرت في حاجة تانية برضو قالت نجمع فلوس ونمشي من البيت مش ده ممكن يبقى حلها والله لو شايف أنا ده يا ريحها نفسيا ما أكيد يا ريحني أنا وعرف أولا من العدو بل بلكونة واحدة بس النقطة يا سالي أنا لازم أتحكم في أفكاري أنا لازم أفكاري هي لتتغل معي يعني لبن أدم تهندل لبن أدم واحد ياخذ لو أمنت بربنا وأمنت بنفسي وإرادتي وغيرت من حياتي وبسط على الإيجابيات اللي في حياتي نقص نقع ونقوم ونقع ونقوم هي الحياة كده هي الحياة كده ما حرام بقى أنه كلكم ضغطين على يعني واحدة فرحانة فيي والتانية بتتكلم علي والتالتة قدامي في البالكونة وأنا مش عارفة أخلف وإنتي مش نقصة أنتو فيه عدوا أنت كلكم علي أنت مش نقصة حاجة ده رزق بتاع ربنا ولكنت غير تفكيرك يا وفاق وتستوعبي إن اللي بيحصل لك ده عشان فيه ناس حقدة لو أما بفكرة نما عامل للك أعمال زم أنت بتقولي ده عشان ناس حقدة على حياتك حياتك فيها حاجات حلوة لو قلتلك بقى سويني بقى الحاجات الحلوة جوزي بيحبني وأنا مستنى غزهم زي ما بيغزوني ولا دايبقى إيه وليه أعمل عاملة بالند مش هوم اللي بدأوا لا 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 أنا كده منخش في الند وهي كده أفكارها تتشوش زيادة وهي كده أنا أدينهم كلمتين أنا شوشهم هم وروح أشوف الجون بتاعي يعني رح مدية واحدة حدستي تقولي أصلا أنا خلفت وانا وانا بس أنا جوزي بيحبني وبيموت فيا ودائما قاعد معايا مش زي جوزي كده دائما سايد شغل السلايف ده ما بيخلص شغل السلايف ده عارفت تديها واحدة في منتصف الجابهة والله لو عندها القدرة على الرد ترد لكن لو أطعب عن ترد وده ممكن يريح شوية أنا شتتك أحرق لك دمك شوية أنا شايفة إن الإنسان إن الإنسان طالما وقع في وقعة زي كده أو أفكاره بدأت تضطرب بالشكل ده يشتغل على نفسه في إنه هو يغير أفكاره ويبدأ يعني ما يشوفش الحاجات دي ما ركز أنا بدي حاجة لأختم بها معاك إزاي بقى عدغار أفكاري حاببتي حقا واتنفس كده واطلع بأبره كل الكلام ده وإنه ما ركزش بقى في كل العمال يحصل حوالي حلوة جدا رقم واحد يقولت لك الإيمان يعني دي أول حاجة معنا متساهم إيمان بن ربنا وإيمان بنفسك والإيمان بالقدر طبعا أكيد رقم اثنين إنتي شايفة إن في حد بصصلك في حياتك يبقى حياتك فيها حاجة حلوة أوكي ركزي في الحاجات الحلوة اللي عندك يبقى أنا غيازة وإنتو كلكم متغزين ركزي في الحاجات الحلوة اللي عندك ما تخسر أنت بالوضع دا يا وفاء هتخسري كل حاجة أنت جوزك صبر عليك وبعدين بعد ما أركز إن أنا في حاجة حلوة أفصل إزاي بقى دينا كده أبدأ أشوف نشاطات لحياتي أعملها أبدأ أمارس حياتي بشكل طبيعي أواجه أفكاري ربي زرع أيا كان اللي تقدر تعمله أيا كان اللي تقدر تعمله المهم إن هي تبدأ تبطل تركيز في الفكرة دي التركيز على نقطة واحدة يا سليم بيخلنيش أشوف كل الحاجات الحلوة اللي حولي بيسوت حياتي وبعدين واحدة قاعدة إنه ما اتجوزتش ما كملتش سنة وقاعدة ست مرات اتفكر في أيام التبويد بس طبعا أو أنا حملته ولا لقيت بوركش حاجة ما هي بزبط أموه دا تركيز أموه دا تركيز أموه دا تكراري نفسك في حياتك يعني أنت لو فيه جزء كويس دلوقتي إن جزء بيحبك ووقف جنبك ويسندك وكل دا هتخسري كل دا يبقى أنت اديتي فرصة وهتصدقي بعد كده تنة عملي عمل لا يا حبيبتي ما فيش حاجة من الحاجات دي فيه أمر ربنا ربنا لسه ما أرادش دلوقتي فيه أن أنت تشيل الناس دي من دماغك دي لا تورا بالعين المجردة أنت ما تشفيهاش أصلا ما تركزيش معاهم دوري على الإجابيات في حياتك أؤمن أن أنت عندك إرادة هتقدر لو حسنت نفسيتك ربنا هيرزقك بالخلفة أن أنت أصلا كده كما لو كان فيه اعتراض على أمر الله